مرحبا بكم في السالون 13 للفلاحة والسلاحة الغذائية في سفاقش بشتكتشفوا اليوم ما بعضنا المعرض مختلف العارضين وبعض العارضين وأهم العارضين هوني وكيف كيف زاد الفورم شونتيفيك لتواصل حتى بدأ نهار الخميس يقعد حتى لنهار سبت الدول في عدد مواضيع مرحبا بكم في الدولة 13 لمعرض أو السالون السفاقش الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية فاضلوا اكتشفوا بعض لحظة مرحبا 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 على نهاية الدولة من الناور هذة يكون شباك الوطن يفعل حاضر فيهم حاضر كعارض وحاضر كسبانسور هذا الكل في إطار نحاولو نقربو خدماتنا للفلاح أكثر فأكثر نحاولو نقربو حتى للإنديوسترية الكثير تنتع الفلاحة كوستوى معناها المربين ولا اللي عملو في الألمان بوربيتاي ولا أي حاجة من النوع هذي المولو في الفلاحة بصيفة ديريكت وصيفة انديريكت كوستوى للفلاح مباشرة في البروديكسون كوستوى توليز اوبراتور متاع الكوليكت متاع سيريال احنا البريفين مولوه ديوان الحبوب المولوه هون لزا توجور فنانسي عمرنا ما تخلفنا ولا موسم واحد في تمويل صعبة الحبوب وماناش بش نتخلفو بالنسبة لتمويل صعبة الحبوب منتاع العام هذي انشاء موسيقى 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 والحقيقة معناتنا مكتعرف القطاع الفلاحي ما ثماش يظل عايلة ما فيهاش فلاح دوك هذاك عليش القبان الحمد لله كبير والفلاحيين والمهنيين وكافة الزوار يعني قاعدين يدخلوا المعرض وقاعدين عجبتهم سما برشة دينوف وتين خادسة المكتعرف المعرض من 2018 ما سارش هذه هي فرصة للمهمة بشي تطلعوا على الأخر الابتكارات في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية من معدات وآلات وتقنيات وكذلك المؤسسات البنكية وغيرها من القطاعات الموجودة في السالون المنتدى العلمي بشي انطلق يوم 19 والغاية يوم 20 بمعدل حصتين كل يوم أربع حصصهم في الجملة وكما قلنا معناتها العارضين اللي من عدة الدول كانوا موجودين في المعرض هذه وإن شاء الله هذه الدورة مش تكون ناشحة انطلق اليوم على بركة الله المنتدى العلمي كان معنا اليوم العديد من الخبراء ممثل عن لفاو ممثل عن لفاو ممثل عن البروغرام أليمنتر مونديال الممثل عن وزارة الصناعة ممثل عن مهد الزيتونة مع حضور خبراء آخرين ممثلين عن القطاع ومشكون فيه العديد من المداخلات وسيتطرق كذلك للإبداع في مجال الفلاحة أحنا في الصالوننا المتوسطي في سفيقس أحنا في السطوم تاع الفا قاعدين معناتها كيف ما تعرفوا كل ما هو علف حيواني أحنا اختصاصنا وقال الأخر توا وقتنا توا وقتنا كمهندسين ومختصين بش نفيدوا البلاد بلي قريناه أحنا طوى من عام 2015 بدينا العلف الكامل الجيف اللي نسميهه الرتيس واللي بالنسبة لنا هي مشروع دولة مشروع دولة تنجم تعاون الانتاج الحيواني في بلادنا وخاصة تربية الماشية أحنا طوى في سطون شاهية شاهية اللي هي معروفة بالجودة الأسعار ديما في متناول الجميع ديما عندنا جديد قرينا حسب المرأة اللي في الدار اللي تحب الحاجة الزمنية اللي هما اللي بخوا دويدو شيف زيدا كيف ما اللي بندق كيف ما اللي المسلي كيف ما القديد زيدا عندنا الدجاجة الزمنية اللي هي معنى اللي بولي فرمية تاخذ في علفة سبيسيال غنية بالقمح بالزيت الزيتونة وسميناها الدجاجة الزمنية الدجاجة القمحية والسردوك العربي زيدا عندنا جديد في الشركوتري فمالي بخوا دويد نوبل حاجة أخرى نحب نقولكم أنتم زيدا تنجموا تبدأوا مشروعكم معنا سيختو الشاباب تجيوا بحذينا عندنا دو تيب دو كنترات عندنا جيرانس ليبر عندنا الفرانشيز تجيوا تقديوا مشروعكم معنا وأحنا نقفوا معكم موسيقى اشتركوا في القناة